هذا وترأس صباحة اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جلسة عمل بمقر رئاسة الجمهورية ضمت الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الأمن في الدولة وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد خصص الاجتماع لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء كورونا هذا أفاد كذلك بيان آخر للرئاسة أن الرئيس عبد المجيد تبون سيوجه خطابا للأمة مساء اليوم يتعلق بالوضع الراهني في البلاد